هذا وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تورك المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي للتحالف رصدت عملية إطلاق سبعة صواريق باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة وأفاد العقيد المالكي أن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحدا باتجاه خميس سمشيت وواحدا باتجاه نجران واثنين باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان حيث تم اعتراضها جميعا وتدميرها ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقد أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشضايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها استشهاد مقيم من الجالية المصرية وإصابة شخصين آخرين إضافة إلى وقوع أضرار مادية وأضاف العقيد الركن المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح لخرق القرار الأممي الفين ومائتين وستة عشر والقرار الفين ومائتين وواحد وثلاثين بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر